السلام عليكم والصلاة والسلام عليكم في الأنبياء والمرسلين أنيميات ربيع سنة 2023 انتهت وكالعادة أنتم متعودين مني لأن أفضل الأنميات التي رأيتها أرطب لكم أعطيكم أفضل الأنميات في هذا الموسم طبعاً مو كلها الأنميات التي رأيتها لأن لو كلها فنقعد هنا تقريباً 4-5 ساعات لنها 100 وشيء طبعاً أنا لم أرى كل الأنميات شفت أنميات مختارة فنعم قبل ما نبدأ لا تسنوا اللايك نشر تراك تفزر تبيهات ولا تسنوا تكتب دي تحت ستعليقات أنت رأيك على أفضل الأنميات في هذا الموسم سواء كان جديدة أو حتى أنميات موسم ثاني فنبدأ في هذا الموسم الأنميات شفت تقريباً 7 أنميات ما بين الأنميات الجديدة أو ما بين الأنميات مكملة سواء كان موسم ثاني أو ثالث وغيرها نبدأ مع أنمي ما هو تسكنه يومي الموسم الثاني والذي كان تقريباً 12 حلقة فقط والذي انتهى بتقييم في موقع ما ينمي لست 7.8 أنا مو حاطة في هذا المركز السابع لأنه سيئ بالعكس الأنمي ممتع حاطة في هذا المركز المتأخر لأنك بكل بساطة لازم تشوف الموسم الأول والأنمي ما هو مجهور في ذيك الدرجة عندنا في العالم العرب فكرة الأنمي غريبة هو الأنمي تحس أنه شريحة من الحياة لكنه ليس شريحة من الحياة الأنمي هذا بكل بساطة هو درامي فانتازيا فيه رومانسي وكذلك مثلوج خيال والفعل موجهة له هي فئة الشونة الأنمي هذا بصرياً مبهر خصوصاً فيه موسم الأول والذي فيه عالمه غريب جداً تشوف مخلوقات غريبة تنعنين على جنيات على مخلوقات غريبة كذا البطل اللي هما البطلة راسه راس واحد جمجمة جمجمة حيوان حتى فالموضوع غريب جداً أنصح تشوف الموسم الأول ثم تقرر لأن هذا الأنمي أنا متأكد تماماً أنه ليس للكل ولهذا ما رفعني حاطه في هذا المركز السابع على نفس المنوال وعلى نفس الصفحة المسلمة يقولون الأنمي التالي في المركز السادس أنامي كذلك مكمل لكن ما هو مكمل لموسم ثالث ولا رابع لا هو أنمي فرعي هنا أتكلم عن كونو سبراشي سكايني بوكين واء أو كونو سوبا an explosion on this wonderful world هذا الأنمي هو أنمي فرعي لأنمي كونو سوبا الأنمي المعروف الكوميدي المعروف والمعروف لا يعرف طبعاً وهذا الأنمي الفرعي يتكلم عن شخصية مي جومين عن أحداث ما قبل الأنمي الأصلي يعني تقدر تقول أنه أنيمي ما قبل أنامي مش مكمل إنما أنيمي قبل بالنسبة لأنا صراحة شخصية المفضلة في كونسوبة الأصلي هي ميغومي فأنا عجبني لما شفت إنه في أنيمي فرعي لها مخصص لها وإذا أنت عجبتك أصلا كوميديا كونسوبة فبكل تأكيد بيجبك هذا الأنين الفرعي لأنه تقريبا نفس الكوميديا الكوميديا الغبية كذا اللي ما أدري أشتبي صراحة فأنا عجبني هذا الأنيمي جدا واستمتعت فيه جدا وكنتم جامع تقريبا آخر أربع حلقات تابعتها مرة واحدة وما حسيت أبدا في الوقت وهذا شيء غريب جدا في هذا الفترة من فترة متابعته للأنيميات لأن صراحة أنا أستذقل متابعة الأنيميات عدا الأنيميات الموسمية نادرا ما أبدأ أنيمي جديد أو أنيمي مثلا قبل سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ما أسوي هذا شيء أبدا قبل يعني مثلا أنا كنت سابقا أشوف حلقات كثيرة خمس وعشرين ثلاثين حلقة بدون ما أمل لكن الآن حلقة حلقتين بالكثير أقدر أشوفها بالكثير فإني أشوف تقريبا ثلاثة ولا أربعة حلقات والتالي بدون ما أحس بالملل شيء جميل ويحسب ليكون سبقا مرة ثانية في هذا المركز هو عشان هو أنامي تقريبا فرق وهو 12 حلقة فقط ننتقل الآن إلى المركز الخامس ومعنا الأنيمي الرهيب جدا أنامي دوكتور ستون في موسمه الثالث إذا الأنيمي وصل لمركزه الثالث وأنا أتكلم عليه في أفضل الأنيميات الموسم فهذا يحكي لك بعض الأشياء أنامي دوكتور ستون من نوعية الأنيميات اللي صح أوكي قصته حلوة وشخصياتها رهيبة لكن مرات تتابع فقط عشان أجواء خصوصا بسبب فكرة الأنيمي نفسها أنه في العصر الحجري اللي هو يكون في المستقبل حتى مش في الماض ففكرة أصلا بحد ذاتها رهيبة وطريقة الكاتب وكذلك الأستيديو كيف أنهم يخلوك تتحمس وأيضا تهتم بأمور علمية من جانب أنيماوي شي رهيب كذلك طبعا هذا الموسم لم ينتهي إنما القسم الأول من هذا الموسم انتهى والقسم الثاني أتوقع بيجي بممكن بعد ثلاثة شهر عموما هذا القسم هو 11 حلقة وتقييم هذا القسم لحالة 8.20 في موقع ماي أنمي لست اللي بقوله إذا أنتم ممتابع هذا الأنيمي أعطي فرصة فقط الموسم الأول هو أنمي يتكلم على تقريبا العلم كلم عن المغامرة وكوميدي في كذلك خيال علمي وفي تقريبا ببعض الطرق أنه في انتقال في هذا الزمن ما أنا بشي انتقال في الزمن الزبدة بيعجبك صدقني ننتقل إلى المركز الرابع ومعنا هيلز باردايس أو جيكو روكو ممكن بعضكم بينصدم من أنه في هذا المركز المتعدمي وصراحتا هاته كان يدي تحكني أني أحطه في المركز السادس ولا الخامس لأنه نظرتي لجيكو روكو في البداية غير عن نظرتي لجيكو روكو بعد النهاية ما أنا تقريبا توقع باقي حلقة عشان ينتهي الأنيمي جيكو روكو وأنيمي يتكلم عن مجموعة من المجرمين المحكم عليهم بالخلاص يموتون تم إرسالهم في مهمة رسمية حكومية لجزيرة غريبة جدا اعتبرها كأنها القارة المظلمة في أنيمي هانتر كل من تم إرساله إلى هذه الجزيرة أما قتل أو إذا رجع فنبي يرجع وتقريبا كل مكان من جسمه طالع في زهره وهو مغيب عقليا وكأنها ميت حرفيا لكن كلما تقدمنا في الأنيمي كلما حسيت أن في الأمور فيها خربطة كبيرة جدا ما تدري إيش يبي الكاتب من هذا الأنيمي تحس أن الحبكة تقفز من مكان إلى آخر وأن الشخصيات التي تراها أمامك أو التي تراها أمامك لا تهتم لها بتاتا يموتون يعيشون ما تهتم لهم أبدا وحتى أن حزنت فبتحزن لحظيا على موت هذه الشخصية اللي الكاتب يعطيك لها فلاش باك مبسط عن ماضيها لخمس دقائق ثم خلاص تموت كحال تلك الشخصية الجلادة اللي كان شعرها أصفر ليو أعطانا ماضي وكان حزين بلا 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 ثم أوكي مات بعدها في دقيقتين ثلاثة نزيت عنها كذلك في بعض الشخصيات اللي في بداية الأنيمي في بداية الموسم توقعنا أنها تكون أسطورية فقط من مظهرها لنكتشف أنه حتى لا دور لها بتاتا وأنها تقتل منذ البداية نفس ذاك اللي كان شخصيا من بليتش اللي كان شعرها كثير من الناس اللي تابعون الأنيمي يحبون مفهوم القتل وأن الشخصية تموت وأن كثير شخصيات تموت وتقتل أنا صراحة العكس كلما قل القتل في الأنيمي كلما كان أفضل على الأقل من أحد الشخصيات المهمة لأنك أنت خلاص عندما تقتل شخصية مهمة وأنت مقاتل كثير أو هناك مثلا تصفر في القتل فهنا بتحس بوزن هذه الشخصية أو موزن وفاة هذه الشخصية وإذا جاي يقتلها ويكون في ماضي لها ونحن نعرف كل شيء عنها هنا بتحزن عليه أكثر وبتذكر الشخصية ووفاة هذه الشخصية لم أود يقول سنين لكن على الأقل لأيام كثيرة وهذا الشيء للأمانة مفقود في جي كوروكو الآن القصة تحس أنها مدري وين رايحها أو هم يدورون على أكسير لكن هم رايحين في مكان هذا المكان في تنسن تنسن هذا في أكثر من واحد وكأنهم حكام يتجددون وبلا بلا بلا وأنت تقدر أيضا تأخذ القوة هذه بلا 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 غريب غريب صراحة غريب عموما أنا حط في هذا المركز صحني سفلت فيه لكن حط في هذا المركز اللي هو المركز الرابع لأن في النهاية أنا أتابع مرات عشان أستمتع ولما أنا أشيل كل الإذكار هذه من بالي وخلاص أخليها مكان بعيد ثاني أستمتع بهذا الأنمي لأنه أنا أكشن بكل بسط وأتمنى أن في المستقبل أن يحسن النقاط التي قلتها على الأقل مع أن قلت هذا الكلام فأنا أتقييم الأنمي في موقع معين من أساس 8.25 أوكي ننتقل للمركز الثالث واللي هو مفاجئة هذا الموسم صراحة واللي هو أنمي ماشل والذي هو تقريبا 12 حلقة وبتقييم 7.58 لو تذكرون قبل بداية هذا الموسم من الأنميات أنا لم كنتم أقوم بفديو عن الأنميات هذه اللي بتصدر أنا ما كنت ناوي أني أشوف هذا الأنمي لأن العرض الترويجي لهذا الأنمي ما أعطاه حقه أبدا وصراحة ممكن خلى ناس كثيرين ما يشوف هذا الأنمي يفكر فيه على أن أنمي هاري بوتر أو مسلسل هاري بوتر لكن فرع الأنمي حرفيا كل شيء في هاري بوتر موجود الجزيرة نفسها القالعة نفسها فكرة الطلاب فكرة السحر كأنها هاكوارتس لغيسي وأيضا نحط فيها شوي شيئا من بلاك لوفر على أن البطل نفسها ما عندها سحر لكن على عكس بلاك لوفر صح أنه فيه أشياء متعلقة بأشونا لكن فيه كوميديا أكثر فيه كوميديا أكثر بشكل ما يوصل والكوميديا مو نفس كوميديا الأنميات المعتادة لا كوميديا فعلا تضحك وفكرة أن البطل صح نفس أسا أنه عنده عضلات لكن يستخدم عضلاتها كأنها السحر هذا الشيء رهيب جدا لكن طبعا ذا أنيميك يكون كوميدي فبالتالي الأعداء يا أما أنه خلاص مواجهة واحدة يكونون فيها جادين جدا فما بعدها خلاص يهزمهم والبطل وما تأخذهم بجدية خصوصا أن البطل حقنا يعني ماشل يتفوق على أي أحد فبالتالي تعرف أنه ما في خطورة بمواجهة العدو الأقدام ممكن في آخر الحلقات أوكي في أعداء ممكن تحس فيهم الخطر لكن غالبا بتحس أنه ما في أي خطر بمواجهة العداء لواجههم بسبب قوة ماشل الجسدية القوية جدا بشكل عامل اسمايلت ماشل هو مفاجآت الموسم انتقل الآن إلى المركز الثاني اللي ممكن بيصدم الكثيرين أنه مش المركز الأول لكن الموسم الثالث من أنيمي كيميتسو نيايبا هو في المركز الثاني قلت هذا الشيء أنا في أنتضاعي الموسم الثالث من أنيمي كيميتسو نيايبا هو بالنسبة لي أقل موسم من بين جميع موسم العمل نفسه أنا بالنسبة لي أفضل موسم هو الموسم الثاني ثم الموسم الأول ثم الموسم الثالث إذا بجينا نقيومها مع الفيلم فهنا فيلم القطار هو بالنسبة لي المركز الأول الموسم الثاني هو المركز الثاني الموسم الأول هو في المركز الثالث وكذلك أخيرا عندنا الموسم الثالث هو في المركز الرابع مثلين أن الموسم سيء لكن بالنسبة لي هو يعني فيه أشياء تخليه يكون آخر شيء القمر الرابع طبعا كان خيبة أمل كبرى هاشرة الحب نفسها كانت خيبة أمل أمل كبرى وهوزمت أصلا هي بالأساس الهاشرة الوحيدة اللي هوزمت بدون تموت هانتينقوا وزوكتن أو إيش كان اسمه زوكتن اللي هو النسخة حقتها برضو كان خيبة أمل بطريقة من الطرق مع أنها زوكتن أدى اللي عليه وزيادة لكن صراحة بالنسبة لهانتينقوا كان خيبة أمل كبرى الماضي المتعلق سواء كان بالهاشرة أو سواء كان كذلك المتعلق بالأقمار القام الرابع والخامس خيبة أمل كبرى ماضي هاشرة الضباب كان متوسط ماضي هاشرة الحب كان أقل من العادي ماضي هاشرة الرياح كان صراحة الحب لكن تحس كل الماضي اللي شفنا لكل شخصية من الشخصية اللي ظهرت في هذا الموسم كان مستعجل تحس الكاتبة خلاص تبت تخلص من الماضي وخلاص تنتقل لكن الأنمي هذا يبقى كيميتسو وكيميتسو يبقى أنمي رهيب وفي كتير أشياء صارت في هذا الموسم رهيبة بداية الموسم بدأنا حرفيا باجتماع لأقمار العليا كان مشهد رهيب جدا مع أنها لم تموت لكن فكرة صحنا مخدعون صراحة لكن فكرة اللي صار مع تانجيرو وكذلك نيزيكو كان برضو شي جميل ومتحمس نشوف كيف بيتصرف موزا مع نيزيكو في المستقبل هلنا بيروح عليها دايركت ولا بيسوي شي ثاني ننتقل الآن إلى المركز الأول واللي إذا أنت تشايف في القناة هذه أو متابعة للقناة فبتعرف على طول أنه هو أوشينو كو بالنسبة لي أوشينو كو هو مرشح لأن يكون واحد من أفضل الأنميات السنة كلها أو ممكن يأخذ فعلا أفضل أنمي جديد في السنة كلها الأنمي هذا تقييمة من الآن 8.9 تسعة تقريبا تسعة في أنمي أو في موقع معيني بليست حرفيا كان الأول أتوقع قبل فترة لأنه صار في المركز الثلاثاش تقييما في كل الأنمي أو في الموقع كلها الأنمي هذا خدع في لحظتها الأولى أذا شفت الغلاف حقه أو شفت الممكن معلوماتها للأنمي فبتتوقع أنه هو أنمي آيدول أنمي غنائي لكنه بالعكس تماما هو أنمي درامي هو أنمي تقريبا سايكولوجيكل في بعض من الأشياء السايكولوجية وفي أيضا هو قوى خارقة سوبر ناتر وأيضا ري إنكارنيشن أو يعادة حياة وكذلك السنن وهو أيضا يتكلم عن الشو بيزنس أو يتكلم عن البيزنس الخاص بالعيدولز بالممثلين المغنيات ومنها بالنمو يتكلم تحديدا عن الجانب السلبي الجانب المظلم من هذه الفئة خصوصا في اليابات يعني مثلا تكلم عن ممثلة صاعدة وعن معاناتها مع التنمر في وسائل توصل الاجتماعي تويتر وغيرها ولي دفعها أن حرفيا تفكر أنها تني حياتها بنفسها يتكلم عن معانات الأيدول ومعانات المجتمع الياباني مع هذه السلفة يتكلم عن معانات مثلا كثير من أمور يوتيوب بإنتاج رهيب ورسم خارق هذا الأنمي خطف قلوب كثير من الناس في هذا الموسم كل اللي بقوله أن هذا الأنمي ليس كما تظن وهذا أكثر شيء إيجابي ممكن أقول على هذا الأنمي لأنك ممكن تشوف صورة الغلاف حقتها وعلى طول تبعث منها هذا الأنمي ليس كما تتوقع لا تحكم على الكتاب من غلافها ومن عنوانها بكل بساطة فنعم هناك وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو شكر لكم على المتابعة جمال أسلوا اللايك ناشا شترك تبعاتكم كل مرة حلوة كل عام وأنتم بخير وسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر